لماذا النبي عيسى عليه السلام لم يكن له قوم؟ القرآن الكريم ذكر قوم موسى، قوم لوط، قوم نوح، قوم إبراهيم ولكن لم يذكر قوم عيسى ما هو السر أيها الأحبة؟ اليوم سنعيش مع بلاغة القرآن الكريم في ذكر عيسى عليه السلام حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة، القرآن العظيم كتاب العجائب يعني كل ما فيه أعجوبة بالفعل عندما نتأمل ذكر الأنبياء نرى أن القرآن تحدث عن أقوام للأنبياء لأن النبي كان يرسل إلى قومه يا قومي عبدوا الله، يا قومي، يا قومي هكذا كانوا يقولون لأقوامهم وغالبا ما نجد أن هؤلاء الأقوام يكذبون ويجحدون ويكفرون بالله سبحانه وتعالى ولكن مع سيدنا عيسى الصيغة مختلفة لماذا؟ انظروا أيها الأحبة هنا تتجلى بلاغة القرآن الكريم لنتأمل هذه الظاهرة البلاغية في كتاب الله تبارك وتعالى كل كلمة لها مدلول في كتاب الله يعني يشهد على دقة هذا القرآن مثلا في قصص الأنبياء نرى مثلا سيدنا نوح يقول لقومي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذن يخاطب قومه بالصيغة يا قومي سيدنا هود عليه السلام يقول تعالى في سورة هود وإلى عاد أخاهم هودة قال يا قومي عبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون سيدنا صالح عليه السلام أيضا يقول لقومه قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قومي عبدوا الله ما لكم من إله غيره وهكذا سيدنا لوط ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وهكذا حال كثير من الأنبياء هذا الأمر ينطبق على سيدنا موسى أيضا الذي كان يخاطب قومه بقوله يا قومي ما للم أن موسى عليه السلام أرسل لمن؟ لبني إسرائيل لاحظ أخي الحبيب وعيسى أرسل لبني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل في حق سيدنا عيسى طيب سيدنا موسى ماذا كان يقول؟ يقول مثلا الله تعالى في سورة البقرة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إلى آخر الآيات طيب سيدنا موسى عليه السلام كان يخاطب قومه وهم بني إسرائيل يا قومي مثلا وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم هنا أيها الأحب يا قوم أيضا في سورة إبراهيم الآية رقم 6 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم لقومه عندما ينتقل الحديث لسيدنا عيسى عليه السلام تختلف الصيغة هناك سر سنكتشفه الآن أيها الأحبة مع عيسى لا يوجد كلمة قوم أبدا يعني لا توجد ولا آية في القرآن تجتمع فيها كلمة عيسى وكلمة قوم بل يقول لهم يا بني إسرائيل هذا يدعونا للتفكر أيها الأحبة سيدنا المسيح يقول في سورة المائدة وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم شيء غريب ما سيدنا موسى يقول يا قومي وهم بنوا إسرائيل هم ذاتهم سيدنا عيسى المسيح يقول يا بني إسرائيل في آية أخرى في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين بشرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم يا قومي طيب إذن هم قوم من يعني هو من يخاطب دعونا أيها الأحبة نتابع الآية الوحيدة التي ذكر فيها اسم عيسى مع كلمة قوم هي أو اسم ابن مريم حتى ليس اسم عيسى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم منه يصدون يعرضون وينكرون إذن هنا كلمة قومك لا تدل على قوم عيسى بل على قوم محمد صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب للنبي ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم منه يصدون إذن عيسى ليس له قوم ما هو السر انظر أخي الحبيب أيضا قبل أن نكمل السر السيدة مريم كان لها قوم عيسى ليس له قوم يعني أم عيسى لها قوم هنا قد يقع الإنسان في مشكلة لماذا فعندما قال تعالى عن مريم عليه السلام بعد أن حملت بسيدنا عيسى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به من قومها هي وليس قوم عيسى لذلك المسيح لم ينسب لأي قوم أتصور الآن الصورة واضحة لأن عيسى عليه السلام هو النبي الوحيد المميز بين كل الأنبياء كل الأنبياء ما عاد سيدنا آدم جاءوا من أب وأم إلا عيسى عليه السلام جاء فقط من أم لذلك ليس لدينا في القرآن مثلا محمد بن آمنة أو نوح بن فلانة أو إبراهيم بن كذا فقط عيسى يذكر عيسى بن مريم ينسب لأمه ليقول لك القرآن إن عيسى ليس له أب والإنسان عادة ينسب لأبيه لذلك هنا لو كان محمد عليه الصلاة والسلام هو من سيكتب القرآن أو كتب القرآن مثلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولما رجع موسى إلى قومه ما الممكن أن يقول وإذ قال عيسى لقومه نفس النمط يعني أو نفس ولكن هذا لم يحدث لأن نسبة الإنسان تكون لأبيه ينتسب لقومه من جهة أبيه فالأب ينتمي لقبيلة لقوم لبلد إلى آخره ولكن عندما يكون النبي من روح الله إذن من الخطأ أن تقول قوم عيسى من الخطأ أن يقول لهم يا قوم لحظ أخي الحبيب مثلا سيدنا إبراهيم إذ قال لأبيه آزر نسب إلى أب وبالتالي يقول يا قوم عادي هنا نتسأل أيها الأحبة لمن ينتمي المسيح عليه السلام طبعا المسيح لا ينتمي لأي قوم لأنه ولد بمعجزة وجاء إلى الدنيا من غير أب ولذلك من الطبيعي أن يقول عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل لأنه لو قال يا قوم إذن له أب طب هذه ناحية بلاغية دقيقة جدا يعني يعني كيف انتبه لها النبي عليه السلام والقرآن كتاب كبير نزل على مدى 23 سنة في مكة والمدينة وهناك أحداث وهناك قصص كثيرة وهناك تشريعات وهناك إعجاز علمي وغيبي وإعجاز طبي وفي علم الفلك والبحار والجبال وفيه عبر وفيه تشريع وفيه علاج وفيه شفاء طيب كل هذا والنبي بقي متذكرا أن عيسى ليس له أب من الخطأ أن يقول قوم عيسى هذا دليل وبرهان قوي على أن القرآن كلام الله لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا طيب لو تحدثنا بنفس المنطق وطرحنا السؤال التالي ماذا عن آدم عليه السلام ونحن نعلم أنه جاء من غير أب ومن غير أم أيضا القرآن لم يذكر قوم آدم أبدا من الخطأ أن يقول آدم يا قومي لأنه هو أبو الأقوام وأبو البشر هنا أيها الأحبة لا يوجد ذكر لقوم آدم في القرآن كله إذن جميع البشر لهم قوم باستثناء نبيين كريمين هما آدم وعيسى لذلك هناك آية جمعت بينهما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اجتمع اسم عيسى واسم آدم لأنهما لأن عيسى وآدم عيسى هو النبي الوحيد جاء من غير أب وآدم النبي الوحيد جاء من غير أب ولا أم وبالتالي كلاهما خلق بمعجزة فجاءت هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هنا من عجائب القرآن أيها الأحبة انظر معي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم اسم عيسى ذكر في القرآن تماما مثل اسم آدم كلاهما ذكر خمسة وعشر مرة يعني اسم عيسى في القرآن كله لو بحثنا عنه نجده خمسة وعشر مرة اسم آدم ذكر خمسة وعشر مرة كمثل آدم لاحظ يعني التماثل في الخلق وفي الإعجاز وفي العدد حتى يعني انظر إلى دقة القرآن القرآن لم يغفل هذا الأمر أنه أيضا ذكرهما بنفس العدد عيسى وآدم سبحان الله يعني شيء عجيب هنا أنظر معي أخي الحبيب إلى دقة هذا الكتاب العظيم والسؤال يبقى هل هو كلام بشر أم كلام خالق البشر تبارك وتعالى وأخيرا هنا أيها الأحبة ملاحظة مهمة لكي نتأكد من هذه النتائج من أحب أن يتأكد يذهب إلى برنامج إحصاء القرآن موجود على الموقع على الإنترنت وفيه ميزة البحث المتعدد يعني تبحث عن عدة كلمات ابحث عن كلمة عيسى مع كلمة قوم تجد نتيجة صفر ابحث عن كلمة المسيح مع قوم تجد نتيجة صفر ولكن عندما نبحث عن اسم موسى مع كلمة قوم نجد 27 آية نبحث عن اسم نوح مع كلمة قوم 22 آية اسم إبراهيم النبي إبراهيم مع كلمة قوم اجتمعا في 9 آيات هذا يثبت أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى أنا سأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا جميعا بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق